سوف نحضر الخبز التركي خفيف وبنين شكرا لكم اليوم سأحضر معكم الخبز التركي ما نستحقه فيه هنا كاس حليب دافي ثاني كاس ماء دافي و نصف كاس تعزيد الملح والسكر المغارف كبار و هنا الفارينة نقص المقادر و نضيف شكرا للمنزل مقادر قليلا و نضيف خبز بسم الله نضيف الحليب و نضيف يجب تضيف الخبز يجب الكثير من الخبز و نضيف حليب و نضيف الخبز و نضيف الخبز و هذه الخبز اضيف مغرف كبير اضيف مغرف اضيف مغرف صغير اضيف الملح اضيف الملح اضيف ملح نضيف ملح المفترض نضيف الخبز هنا يجب أن يبسي موضوع نضيف مغرف نضيف ملعب ناليفيوغ نضيف ملعب ناليفيوغ نضيف ملعب حتى تشعر الملعب لا يأتي بس و ترزق لكي يأتي الخبز من الداخل و تمنى الملعب نحن ملعب نضيف ملعب نحن في أجين لم تكن منظيف ملعب ناليفيوغ أعراكم على قمع الجزي و طريقة الوضع و لا يوجد الجزيز سوف نقوم بتخمر حوالي 45 دقيقة بعد ذلك سوف نقوم بتخمر سوف نقوم بتخمر حوالي 50 دقيقة نضيف من الزيت و نضيف من الزيت نضيف من الزيت ثلاث قبض الزيت ثلاث قبض الزيت ثلاث قبض الزيت ثلاث قبض الزيت ثلاث deu синحن ثلاث قبض الزيت ثلاث قبض الزيت ثلاث قبض الزيت أشاء العادة فكلم تترجع ف節 كلم الطعب اخذت هذه الهريعة تقاطه في الفبلا وضعه لكي يصدق لنا سهل خرصة انا قرصنا لذلك نقوم بسبع ونضع كما ذلك يرجعي مجيح نيان دير كمانا ومرحب رب لطرفتها في منزل الارجين لدي هنا حبة بيض نخلطها من هنا و نضيف الخبز كما ترون نضيف الخميلة نضيف السينوش و نضيف الأطراف نضيف السينوش كل واحد و طريقة التنزين نضيف الخميلة مرد نطرق نحن ندخل في الفرن على درجة حرارة 80 هذا هو الخبز التي قمت بها في المقاعد قطعوني ثلاث خبز نرى الخبز كيف يأتي هذا الخبز يأتي خفيف نضع الخبز يأتي خفيف وبنين وبالصحة والراحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر